معنا من الرياض استشارة طب النفسي الدكتور أسامة نعيمي صبحك الله بالخير أهلا وسهلا فيك معنا اليوم يا دكتور ناس يشعرون بالأريحية عند الحديث مع ناس اللي يعرفونهم على أرض الواقع يمكن بشكل أكبر من ما يحدث حقيقة هل لأن أحاديث الغرباء قد تكون أسهل الجمل خالية من الخوف من الأحكام صباح خير سيدة مهارة صباح الخير عليك وعلى المشاهدين والمستبعين والمتصفحين كأنك جوابت كل الأسئلة بجواب واحد هو كلامك صحيح بس لازم نقول أن هذا المسح كان في واحد من العيوب أنه كان موجه إلى فئة معينة جميعهم منتمين إلى قائمة اسمها البوك لوفرز لذلك كان فيه شيء مشترك أصلا بيناتهم فكان الكلام معاهم أسهل عن الأشياء اللي هم مهتمين بها لكن أنا أتفق معاك يبدو أنه إحنا وصلنا إلى المرحلة من الديجيتال برسونة الشخصية الرقمية اللي صار أسهل علينا أنه نعدل فيها ونبحث عن أشياء وأشخاص يشابهوننا حتى نسوي مجتمعنا الخاص خصوصا أنه مثل ما ذكرتي أنت أنه في الشخصية الإلكترونية اللي ما يعجبني أسوي له بلك وانتهى الموضوع بينما في الحياة قد أضطر أنا تعايش مع شخص بيني وبينه اختلافات لذلك الناس تفضل أنه تتحاور مع أشخاص أولا في بيناتنا مشتركات لأنه نضمن مجموعة ثابتة ثانيا في سهولة للتواصل معهم أو التخلي عنهم يعني رغم الحذر من التواصل الإلكتروني مع أشخاص ما تعرفهم من خلف الشاشات ورغم ما نسمع من قصص تحدث في هذا النوع من العلاقات لكن ليش فعلا نحس دائما أنها أريح أنها بيئة مناسبة لتكوين صداقات ما الأسس في تكوين الصداقات بالمجمل يبدو أنه الإنعزاء الاجتماعي اللي مرينا فيه خلال الفترة الماضية ثم اتجاهنا مرة أخرى إلى التواصل الرقمي وإثبات التواصل الرقمي فعاليته خل بعض الأشخاص يستسهل هذه النوع من العلاقات ثم سيحمينا من كثير من الضغوطات الاجتماعية المفروضة علينا خصوصا على فئة الشباب والمراهقين اللي عليهم ضغوطات شديدة أن يظهروا بمظهر وبمنطق يختلف بعض الأحيان عن توجهاتهم فهم يختاروا أن يرسبوا لنفسهم أفاتار أو شخصية وهمية رقمية يتواصلوا فيها مع الآخرين بأريحية أكثر وبثل ما قلت لك الشيء اللي لطيف في هذه الأنواع وطبع ليس كثير لطيف الشيء الأساسي في هذه العلاقات أنه في سهولة في إنهائها مش بس في بدايتها أنه في أي لحظة وجد الشخص أنه لا يستطيع التواصل مع الآخرين كت بلوك وانتهى الموضوع بينما في الحياة العامة صعب أنه يقول مثلا لأقاربة أو لأصدقاء أو زملاء في العمل أنه خلاص أنا قبل كم يوم قلت كل ما أزعجتكم فسامحوني لا أنا قبل كم يوم قلت والله أنتوا ناس كويسة وإحنا بنصير أصدقاء اليوم غيرت رأيي لا تنشبهوا لي طيب دكتور الواقع أحيانا أو الشخصيات في الواقع أحيانا قد تكون مختلفة تماما عن ما نعرفه في العالم الافتراضي أو الأصدقاء الافتراضيين قد فعلا يلبس شخصية أخرى يتحدث بصورة مختلفة ما نعرف إحنا في النهاية ما نعرف هذا الشخص على أرض الواقع أو في الحقيقة هل هذا ممكن أنه يسبب مشكلة فعلا اجتماعية عند الناس بالذات اللي تعاني من الإزدواجية مثلا في الشخصية أو الدبل لايف في طريقة الحياة مثلا خلينا نعترف أولا نحن كلنا نبحث عن شيء ننتمي له ننتمي إلى أنفسنا وننتمي إلى المجتمع وننتمي إلى كوميونيتي وننتمي إلى مجموعة أو ننتمي إلى وطن أو ننتمي إلى نادي مع الأسف أن نأخذها بعض الأحيان أكثر من اللازم ونحاول أن نعدل في شخصياتنا ونرسم صورة غير منطقية لواقعنا بس عشان يتقبلنا هذا المجتمع الازدواجية تحدث أن ننسى من نحن فبعض الأحيان بعض الأشخاص يكتب له تويتر أو تغريدة والتغريدة هذه تجد صدفة يظن نفسه أنه أصبح مصلحاً اجتماعياً أو أصبح ناقداً أدبياً أو علامياً مشهوراً وتعال وراها لزقها يقول له يا عمي ضبطت معك هذا يسموها بيجينرز لك ثم بعض الأشخاص بسبب اضطرابات في شخصياتهم يحاول أن يظهر على الشخصية الإلكترونية ما لا يستطيع إظهار على الشخصية الحقيقية أنه الفضالة والكرم والقوة وحسن الحجة والدليل بينما هو في حياته قد يكون إنسان ديكتاتوري ويرفض الآخر لذلك مع الأسف إحنا وصلنا إلى مرحلة من ازدواجية اللي صار أصعب علينا الآن أن نحدد منه هذا الشخص حتى لما نلتقي على حقيقته نتفاجئ به وهذا يذكرني بهشام بن عبد الملك لما شاف أحد الشعراء وقال أن تسمع بن معيدي خيره من أن تراه يعني لو خليني بس أقرأ كتاباتك ولا شفتك أحسن لي فعلا لو أبشرك يا دكتور معظمهم أصبح مثلا في أطباء نفسيين أرسلوا لي مشكلتكم من يشتعان ويعطوا أحيانا مقترحات ونصائح وهم قد يكون أكثر الناس بحاجة لهذه النصائح نحن ما نتكلم عن الكل بس يمكن مثل ما ذكرت دكتور الشخص يشعر بأريحية في العالم الافتراضي يفتي يتفلسف خلينا نقول يعطي أفكار آراء يمكن هذا من الوسع الخيال أو الريحية التي تكون موجودة عنده لأنه لا أحد يعرفه في النهاية نحن شكرا لك جزيلا شكر نحن نعرفك يا دكتور شكرا لوجودك معنا أهم شيء استجاري الطب النفسي دكتور وساما النايمي كان معنا من الرياض أحسن شكرا لنعرف بعض يا دكتور أتشرف أنا أنا حاطة في السيفي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر